ميدانية عربية مدانية بحرينية عدالة اجتماعية مدانية بحرينية مدانية بحرينية داخل ميدان التحرير ومن أمام مقر جامعة الدول العربية اعتصمت الجالية البحرينية بمصر منذ 15 يوما احتجاجا على الانتهاكات التي ترتكبها يوميا قوات آل خليفة المدعمة بقوات درع الجزيرة ضد الشعب البحريني المطالب بالحرية بسم الله الرحمن الرحيم ما يحدث في البحرين من جرائم يقوم بهالنظام البحريني بحق أبناء الشعب تعبر أن هناك سياسة ممنهجة ما حدث في البحرين وما يحدث في البحرين يدلل على أن هناك سياسة مبرمجة من قبل النظام البحريني ومن قبل وتحت إشراف الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لكل الجرائم التي حدثت في البحرين لأن الإدارة الأمريكية هي من تغطي وهي من تشرعن لنظام البحريني ولجيش الاحتلال السعودي قيامه بهذه المجازر التي حدثت في البحرين هناك أكثر من 48 شهيد طبعا أنا كبحرينية يدمي قلبي ما يحصل يدمي قلبي أننا الشعب رغم أنه طلع بشكل سلمي ورغم أنه مطالبة مشروعة وما طلب المستحيل وطلب أمور وعد فيها الملك في بداية حكمة يعني هو ما طلب إلا أن الملك يفعل وعودة للشعب ومع ذلك وجه بهذه الوحشية وما يقلمني أكثر مواقف جهات مثل الجامعة العربية ومثل كثير من الشعوب العربية والإعلام العربي نداءات واستغاثات أطلقتها الجالية البحرينية لمصر لجامعة الدول العربية التي صمت آذانها عما يدور في البحرين من مجازر ومطالبات بدولة مدنية ديمقراطية لشعب عانى من الملكية وفسادها أكثر من 40 عاما من واجب جامعة الدول العربية اليوم أن تتقدم بمشروع مبادرة لحقن الدماء في البحرين إذا كانت هذه جامعة ترعى الله وترعى حق دمنا العربي فعليها أن تستمعا إلى صوت دم العربي الذي يسيل في شوارعنا دمنا العربي الذي تهدره قوات درع الجزيرة وقوات أمن الداخلية البحرينية نقول لهم الشعب أساس الشرعية ونقول لآل خليفة أن مطلبنا مطلب وطني ينبع من ضمير البحرينيين ونقول لآل خليفة أيضا أن هناك صوت يرغب في نقل البحرين إلى دولة مدنية حقيقية ديمقراطية عربية نحن كبحرينيين عندنا نسبة أمية أقل من 2% فلا يجوز أن تكون مخرجات التعليم عندنا تغرضى بمستوى أقل من دولة ديمقراطية يكون المواطن فيها على أرضه مواطنا لا رقا ولا عبدا لأحد كانوا مفاهمين أن الصورة في البحرين صورة طائفية ولكن بعدما أعدت مع الناس وشفتهم ليه تصورة لشعب مبدأه بس البلد البحرين ونحن ما بنحبش القم الجالية البحرينية التي تظاهرت اليوم أمام مقار جامعة الدول العربية والتي لاقت تضامنا من ثوار التحرير للقضية البحرينية ناشدت الجامعة العربية أن تتعامل مع القضية البحرينية كما تعاملت مع القضية السورية صرخة بحرينية من قلب ميدان التحرير علها ترد أذانا صاغية لدى الجامعة العربية لنصرة شعب أعزل عانى من ديكتاتورية إجرامية أحمد فضل قناة المسار الفضائية القاهرة